في موضوع وزير التموين هأعلق تعليقا لأن الوزير يعني أمدني ببعض المعلومات أنا كنت قلت مبارح بوضوح شديد كنا طبعا نصل إلى هذه الحالة أن الشخصية العامة مستهدفة الوزير من استهدف فقد استهدف بمعنى أنه ما ينفعش تقول الناس ملها أنا أعد في المكان الفلاني أو أعمل لا هنا تصرفات الوزير دائما بتصبح حتى جزءا من عمله العام يعني في دول العالم حتى اللي هي عندها الحرية بيتم إقالة مسؤولين لأنه قاعد في ملها قاعد في مكان غير لائق وبتقوم ضجة ويتم إقالة مسؤولين بسبب ذلك صحيح أنا قلت أنه من حق أي المسؤول ممكن يكون فيه عندك سياسي غني مسؤول غني وأنا قلت أنه عدد كبير من الذين قادوا الحركة الوطنية في مصر كانوا أثرياء يعني ومحدش لمهم على الغنى وعلى الصراء أو حاكمهم على تصرفاتهم يعني لكن إحنا بنعيش أوضاعا اقتصادية طاحنة وكمان هذه الأيام وقلت لكم أن وزير التموين تحديدا هو وزير الغلابة وهعيد نفس الكلام وزارة التموين هي وزارة حرب يعني أنشأوها خصيصا في زمن الحرب علشان تحمي الناس من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للحرب وقلت أنه هنا الوزير لا يمارس فسادا يعني لأن البعض طالع بيقول ده فساد ومن أين لك هذا طالما أنه تأكدنا أنه ده من ماله الخاص خلاص لكن هنا بقى لا حتلوم الوزير في أنه هنا لما بيغيب عنه الحس السياسي بيخونه الزكاء في اختيار المكان وفي تحديد المكان ليه لما تقول وزير تموين بيقيم في فندق خمس نجوم خلاص هتبقى صدق أو لا تصدق زي ما قلت مبارح أو ألف نكتة ونكتة يعني هيبقى التناقض واضح فيها جدا وما ينفعش وزير التموين يقولوا وانتوا مالكوا ده من ماله الخاص نعم محدش هيحاسب الوزير على ماله الخاص لكن أنا بستخدم تعبير إيه خانه الزكاء ما عندوش التأدير السياسي لحدود المنصب ومسئوليات المنصب انت قبل ما تكون وزيرا ممكن تقعد كده يعني ممكن تمشي حتى بتشيرت وتمشي في الشارع ممكن تقعد في أماكن زي ما انت عايز لو انت شخصية عادية لكن حينما تصبح وزيرا من استوزيرا فقد استهدف طيب الوزير قال طبعا وانا قلت مبارح انه المبالغ بتاعت سبعة تمانية مليون مبالغ فيها بس كمان الوزير أعطاني معلومات ممكن تكون البعض يقول انها قليلة جدا لكن في الفنادق أحيانا اللي حيقعد مدة كبيرة يعني اللي حياخد غرفة لمدة كبيرة حيعملوله خصم آه يعني حيبقى السعر يختلف عن اللي بياخدها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو عشر تيام طيب الوزير بيقول انه خلال الثلاث سنين خلال الثلاث سنين كل اللي دفعوا سبعمائة ألف جنيه طيب لما كل دفعوا سبعمائة ألف جنيه يبقى في السنة هيبقى الوزير هو طبعا بيقول انه بيدفع ما بين 18 ألف العشرين ألف شهريا وانه لو خد شقة في مكان في وسط البلد إيجار جديد مكان هتوازي يعني هيبقى عشر تلاف اتنشر ألف طيب لما يبقى الشقة وهو ساكن هو بس لأنه أسرته في الأسكندرية فهيبقى محتاج اللي بيخدم عليها هيبقى لها نفقات لها نفقات متعلقة بالأكل والتنظيف والغسيل وتجهيز المنزل يعني البيت لأي شخص قاعد في شقة بشكل منفرد الفندق آه بكل ده بيخلصوا من كل هذه المشاكل يعني سواء بقى التنظيف تنظيف الملابس سواء الأكل الفندق بيخلصوا من كل هذه المشاكل صحيح لكن بتبقى فيه أعباء تانية طبعا هو بيقول أنه دفع 700 ألف جنيه في الثلاث سنين يعني بمعدل من 18 إلى 20 ألف جنيه في الشهر يعني هنا في السنة هتلاقي 230 ألف 240 ألف زي ما تيجي البعض ممكن يقول لا هذه الأرقام ليست حقيقية لأن الفندق ما بيديش كده لا ممكن تكون فيه بعض الفنادق بتدي بمبالغ مخفضة خاصة أنه ما فيش سياحة فلما يلاقي حد حياخد الغرفة لمدة 3 سنين هو بقاله فيها 3 سنين زي ما بيقول هو بيقول أنها غرفة مش سويت زي ما البعض بيقول ولأنه قاعد فيها لوحده بيجي ينام وطبعا عاوز يعني مش عاوز يعلق كثيرا على هذا الموضوع لكن أنا بقول لا تاني بسهولة بسيطة جدا الوزير يطلع هذه المستندات وخلاص وهنا هو بقول مش عاوز يباني كأنه بيدافع عن نفسه إذا طلعها بيطلعها أمام جايات تحقيق يعني الناس بتتعامل مع وزير التموين زي ما قلت لكم أنه وزير الغلابة ولما طفار ضجة تتعلق بأنه قاعد في فندق خمس نجوم الوزير من منطلق المسئولية وانا بقول للوزير الدكتور خالد حنفي وهو يعلم حجم الحوار بيننا رغم أنه في قضية الأمح بقى حاجة قضية الأمح أنا أحمله المسئولية السياسية عن فساد الصوامع يعني دي قضية تانية مش معناها أنه إذا كان الوزير في وجهة نظر متعلقة بالإقامة في الفندق بس أنا قلت لكم الوزير ما ينفعش وزير التموين تحديدا يحيط نفسه بأي مظاهر بزخ ما ينفعش وزير تموين حتى لو هو عنده هذا البزخ ما ينفعش يحيط نفسه بمظاهر بزخ هو بيقول أن الفندق أوفار لي ممكن وأن لو خد شقة في وسط البلد أو في جاردن سيتي اللي هي المناطق اللي يعني ينفع في محيط عملي أو حتى لو دخل على الدق شوية فحيبقى بتكلفها بنفقاتها بكل الخدمات اللي هو عاوزها ممكن توصل لنفس المبلغ يعني فهو بيريح نفسه خالص هو بيقول كمان أنه ما عندهش حارس واخد قضة جنبه يعني يعني الحارس مش هواخد قضة جنبه ولا حاجة هواخد قضة بس والحارس بيوصله لغاية الفندق وبينطلق بعد كده يعني بيمشي هي معلومات بنقدمها للرأي العام لكن حيظل أيضا الإحاء اللي أنا بقوله ما ينفعش وزير التموين يقيم في فندق خمس نجوم التناقض الشديد ممكن يخلي الناس تستخدم ده وما أكثر الإحباطات اللي عند الناس محدش بيقول ده من ماله الخاص أيوة من ماله الخاص لكن انت وزير تموين يعني هل ينفع وزير التموين من ماله الخاص مثلا ألاقيه عامل فرح ابنه أو بنته مثلا فيه رح عمله في أسبانيا عمله في اليونان عمله في فرنسا لا هو نفسه حيقول وأنا وزير تموين كده لا مش هينفع يا جماعة أنه أحيط نفسي بازل بازل حتى لو إمكانياتي تتحليها وكويس أن الناس بتناقش كل حاجة قبل كده كان ممكن أنك ما تبقاش عندك أي معلومات تتعلق بأي حاجة وكمان ده جزء من سؤال دايما بيطرح هل حياة الوزير والشخصية العامة حتى الشخصية المشهورة ملك لصاحبها ولا ملك للناس أنا بقول ملك للناس خلاص أنت طالما أصبحت شخصية عامة شخصية مشهورة أصبحت وزيرا بقت اللي كان ممكن تعمله وانت شخصية عادية محدش يعرفك ممكن اللي هتعمله وانت شخصية عامة وانت وزير لا حياتك ليست ملكا لك هتقول لي ملك للناس آه مال ليه كل وزير في الدول التانية بيقولوله انت ازاي قعدت في المكان الفلاني مع انها دول تتشدق بالحرية الشخصية وكان ممكن يقوله دي حرية شخصية للوزير لكن لا في ألمانيا وزير أقيل لأنه دخل مالها ليلي في أكثر من مكان تم الإطاحة بمسؤولين لأنه كان في حالة من البزخ والإصراف لا تتناسب مع طبيعة المنصب ممكن خلاص إغلاقا لهذا الملف يعني الوزير ممكن يقوله انتوا عايزينني يعني خلاص أعود في شقة ما حدش عايز هيحدد لكل واحد يعود فيه لكن كلها أفكار مطروحة أنه وزير التموين ووزير الغلابة ما ينفعش يعود فيه فندق خمس نجم هو بيقول ده بيكلفني زي ما قلتلكم المعلومات اللي قلتها وبيتمنى يعني أنه يتم إغلاق هذا الملف إغلاق أي ملف الناس لو بتسأل أسئلة من حقها أنها تسأل هذه الأسئلة بس كمان مش من حق حد أنه يبالغ أو يبقى فيه اتهامات الفساد هنا لو فيه ده من المال العام لو ثبت أن الوزير بياخد ده من المال العام أو من ضمن كمان الكلام الوزير يعني بيقوله أنه فيه فيه ناس بتستخدم وزارتها ممكن بعض الناس بقى تستخدم وزارتها هو ما عملش كده يعني كان ممكن يقعد فيه استراحة كان ممكن بعض الناس يعني تشغل موظفين وعمال في الوزارة عشان يخدمه على شقته أو على بيته لكن هو فضل أنه ينقى بنفسه عن كل ذلك ويقعد في فندق هو بيقول بصحى الصبح ويرجع بالليل ينام طيب ده كلام وزير التموين دكتور خالد حنفي وحيظل السؤال قائماً كل الأسئلة دي أسئلة مشروع وأنا رأي أنه يعني إغلاقاً لهذه النقطة هو من حياته الخاصة زي ما قلتلكم ليست ملكاً له هيبقى بيشوف بيتحسس خطواته تطلع المستندات المتعلقة بالإقامة في الفندق خاصة أن البعض بدأ يطلع أرقاماً زي 7-8 مليون لا هي ما توصلش لكده وممكن ما توصلش ممكن ما توصلش للمقابل اللي بيقوله الوزير بشكل منخفض لكن فيه فنادق زي ما بقول لكم بتدي هذا السلام